السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير أزقائي أتمنى تكون سنة 2024 خيرا على منتخب السوري في نهايات كاس آسيا حتى يكون في أدوار المتقدمة بإذن الله سوف نحكي ونناقش اليوم حول كابتن الفريق كابتن المنتخب يجب أن يكون عنده شخصية بالأول يكون عنده شجاعة ثانية يكون عنده قوة يكون عنده رغبة يكون عنده حماس ورغبة بالملعب يجمع حوالي كل اللاعبين يكون أخ كبير للعيبة كابتن الفريق بنطلب منه فيه مباريات صعبة يعمل تزديدة أو مراوغة أو فن أو شغلة حتى حتى اللاعب التانيين يتشجعوا ويلعبوا كرة قدم على سولة لازم يكون هو قائد حقيقي ما يكون قائد عمل شلالية بالمنتخب وعمل فندق قهوة أو مد عربي أو بيت الشعب قهوة مرة وشاي وعقيد رايح ومختار جاي وناموس رايح حتى تصب شاي أو اسكيل لا يصبح هذا يعني يعملون فندق قبيلة أو منتخب قبيلة وضعوا الشيخة هذا شيء صعب عرفتوا السبب استبعاد كابتن أنا ما عندي مجاملات باحترم اللاعبة بس وقت المنتخب منتخب فوق الجميع آياز عثمان انقلع من المنتخب انطرد السميل اللي بتكون قلعوه من المنتخب بسبب هذه الشلالية بعد ما طلع من المنتخب كتب على فيسبوك على سفحته الرسمية انه في اربع اللاعبين كانوا انه سلطة على المنتخب قال حتى النزار محروس قال لي انت لعيب وانا ما بنزلك ميشان ما يزعله غيرك معناته فيه سبب كبير حتى فكتور كوبر يغير نصف المنتخب ويجيب اللاعبين جديد جدد من خارج سوريا وهلا حاليا بعد ما صار هذه الدجية اعلامية بسبب كابتن الفريق اذا رجعنا على 2019 صار مشكلة كبيرة حول اشارة كابتن وخرجنا من دور الاول مزلولين تعادلنا مع فلسطين خسرنا من الاردن بسبب شو منتخبا شق شق صف المنتخب بعدين جينا على تسفيات كاس العالم كان فيه شلالية واضحة بالمنتخب حتى عميد حاتم غايب سماهم طواويس يعني هكتور كوبر بلش يفهم لعيبة وبلش يفهم منتخب شو فيه مشاكل المتراكبة قديمة بالمنتخب بلش يحله غير مباشرة اسم كابتن عمر الثومة اسم محمود مواس بلش يتمسخر على اللاعبين المقتربين هذا الشيء واضح حتى بداخل الملعب محمود مواس لا يعطي باصات للاعب مقترب مهلا مقبل ثلاث اربع سنين كان هذا هو مستوى المنتخب وهذا هو طبع محمود مواس أو خريبين أو غيره وغيراته ما بدنا نذكر كل الاسماء ولكن الان اجانا مدرب عنيد تسميه مثل ما بدك خرفان ما خرفان هو يشتغل الصح يبني منتخب الصح صرنا خمسين سنة ما تاهلنا الى دور الثاني باللاعبين المحليين والخبرات المحلية ما تاهلنا الى دور الثاني بكاس اسيا ما حصلنا نتاهل الى كاس عالك اليوم كتر خير هذول السوريين اللي اقتربوا صاروا بامريكا والسويد وبالمانيا اللي انتجوا خرجوا لنا هذول الشباب حتى يجوا يفرحونا يرتدوا قميص المنتخب في نهايات كاس اسيا بالقطر حتى نشوفهم بأدوار متقدمة جدا لانه على المدار السنين الماضية كنا فاشلين هذول المقتربين اللي انتوا في عملين صفحات الليل النهار اللي كان لعبان ثمين دقيقة بموسم كامل هسار اللي ابراهيم لعبان ثلاث عن ثلاثة دقيقة موسم كامل بابلو صباغ صر له ست شهور مصاب ما بيحسن يسجل اهداف ايها موسم ما بعرف ما ادري شبه ثاني انتوني يعقوب بدرجة ثالثة هذا ابراهم بدرجة الرابعة بالسويد يعني ما لكون الشغلة غير تنطقدوا هذول اللاعبين المقتربين اللي حاليا هنه بالمنتخب هذول اللاعبين لو مو صح هكتر كبر ما بجيبوا هذول اللاعبين لو فاشلين هكتر كبر ما بجيبوا هذول اللاعبين هنه بدون يخلصوك انه تتهل الى دور التاني بكاساسي وهذول خبرات واساطير اللي عنا لا عنا اساطير ولا عنا ملك ولا عنا عقيد ولا عنا ناموس ولا عنا مختار كلها الالقاب ما بيسواء تزديدة واحدة من لعب المقترب إذا يتهل الى دور التاني رح ننسى كل هذول الشلالية وكل العصابة اللي خيد عين شارع الرياضي السوري هذول كانوا اللاعبين وحاليا سايرين مدربين سايرين محللين بقنوات ان كان يوتيوب او فيسبوك او تلفزيو ما عندهم شغلة غير ينتقدوا اللاعب السوري المقترب المحترف وعم يلعبوا باحسن اندية بالعالم دوري ارجنتيني ممتاز شو بدك احسن من هيك والله يوافق المنتخب ان شاء الله تكون سنة الفين واربع وعشرين خيرا على كرة السورية وعلى منتخب السوري وعلى اللاعبين المحترفين مو مغتربين على اللاعبين المحترفين ويتاهلوا الى الدور الثاني وبتوقع اول مباراة قدام اوزبكس راح تنتهي واحد صفر يان لسوريا او واحد واحد ومباراة الثانية راح نفوز على استراليا اثنين واحد والثالثة راح نفوز على الهند ثلاثة صفر راح نتصدر مجموعة راح نقول وكل الشعب السوري راح يقول شكرا يا مغتربين كنا مخطوعين بهدولي هؤلاء المحليين على مدار خمسين السنة واسطات ومحسوبيات الطواويس والسلام عليكم اذا عجبك المحتوى حتى لايك واشتراك حتى نوصل الى الف صديق وكل عام وانتم بخير